أزمة منتصف العمر هي أزمة بتحصل زي ما أنت قلتي حد بيراجع نفسه شوية ويقف كده وقفة مع نفسه ويحس إنه هو ما عملش حاجة لنفسه هو والذاته هو سوء تقدير لذاته ويشوف أي نجاح كان بيعمله أو كان بيخدم بين الناس هو حاجة قليلة جداً تدني في تقدير الزات ده المعنى بتاعه فبيرجع ليه بصورة إحباط شديد جداً طول الوقت المحباط مستاء جداً حزين جداً زعلان جداً مش مقدر قيمة الحاجات اللي أنا معها لأنا مقدر قيمة نجاح بيت عملته لأنا مقدر قيمة مجهود وشغل نجحت فيه وإنجاز مستمر بقالة فترة أنا مش مقدر قيمة إن أنا ربنا أكرمني وعندي أولاد مش مقدر قيمة إن حتى أولادي نجحين وعرفت ربي أولادي وحافظ على بيتي وحافظ على زوجي وحافظ على أسرتي مش مقدر هذا كله وبتكلم في إن أنا ضحيت علشانكم لدرجة إني ما عشتش الزمن بتاعي فهنا والآن دلوقتي أنا أعيش زمني في حاجة مهمة جداً اسمها إيه أكت أكت دي نظرية علاجية معندها القبول والالتزام إن أنا أتقبل سني رقم واحد زي ما هو طب إيه السني ما نتقبله ده أولاً بتبدأ الأزمة معنا من بقى من أواخر التلاتينات وتستمر معايا حتى أواخر الخمسينات يعني غالباً كده تقديراً ممكن تبقى عشرين سنة من أول خمسة وثلاثين سنة لغاية قرب السنة ممكن تتجي في أي وقت مش شرط إنها تبقى مستمرة معايا طول الوقت طبعاً بس المشكلة بقى في الرواسب بتاعتها يعني هي ممكن تبقى حدتها سنتين ثلاثة بس ستحمل تغير في حياتك يعني على سبيل المثال أنا مش سموكينج مش مدخي وفجأة رجعت اللي عدت التدخين دي بعد فترة أو أنا أتقول حياتي مثلاً كنت محافظة على نجاحات وامتيازات معينة وتيجي عندي هذه الفكرة والشعور بالإحباط الشديد جداً وما بعرفش قوم الفكرة حتى الإحباطات اللي أنا عندي بعمل لها نوع من أنواع إيه؟ الإنكار عارفة يعني في فخوخ نفسية فخ؟ الفخ ده احنا بالمفهوم العام عندنا لو يكون عندنا مثلاً دخل الكائن في الشقة أو في البيت عايزين مصيده فبنعمله فخ فبنجب مصيدة وبنحط فيها حتة جبنة ولما يدخل يتصاد في اسمه فخ احنا عندنا في النفسية في فخوخ نفسية اسمه فخ نفسي أفكارك بتاخدك كده المنطقة المنطقة دي المفات بتاعها خطر بتقولك أنت ما عشتش لنفسك الشكل حلو أنا معيشتش لنفسي فإيه لازم معيش لنفسي ده مفخ بقى ولكن أفكارك السلبية تظهر معا إنت معيشتش لنفسك فما تطاري تعيش شبابك يعني ما تجرب تدخن ما تجرب تاخد حاجة ما تجرب تشرف حاجة ما تجرب تصاحب جديد ما تجرب تسيبي بيتك تسيبي أسرتك تعيش لنفسك زبزبات دايما وغدانا مطلعانا ومنزلانا كأننا بنعيش سن مراقبة بس بنسميها مراقبة متأخرة شوية وده الاسم الشعبوي بتاعها الاسم الدرج العام لكن هو بالعكس هو بيحصل المفروض دي صحوة ونضج قوي جدا جدا فالنضج ده بيه خلينا نفهم نفسنا قوي قوي ونفهم من خلال التعامل معه إزاي مع المرحلة دي فلكل اللي بيسمعني دلوقتي على فكرة أنت لو دلوقتي شاب وبتسمعني أنت رايح على المرحلة دي والتأسيس في مرحلة الشباب يعني لو البنات من سن الخمستاشر أو في العشرينات أو في التلاتينات أو حتى أكبر من كده لأ أنت مطلوب لأن دي مرحلة انتقالية والكل بيمر بيها هي زي ما مرحلة المراهقة مهمة جدا لتخليني شخص ناضج ومسؤول وعند قدرة كمان المرحلة دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم أعرفها أعرف أعمل إيه فيها أنا عندي مرحلة كبيرة جدا في حياتي أنتقل من مرحلة الشباب وعنفوان الشباب لمرحلة الهدوء والاستقرار وبنسميها مرحلة الرشد فأعمل فيها إيه؟ يا إما أكون فوضوي وعايز أتمسك بالحاجات القديمة والشبابية وده اللي بيخليهم الناس دولة يعني إيه؟ يختاروا ألوان مطرقة عشوية يدخل في علاقات خطرة أحيانا يعني الممارسات خطرة جدا جدا لأنه ما حصلوش الوعي الكافي أنا هنا برضو مش جاي أحرمك ولا جاي أقف عليك الدنيا ولكن خلينا أقولك من يجدها اللي بيجد المرحلة دي لازم يتعلم بعض الطرق كده إن إزاي وجهها تأمين